أعلن النادي الأهلي عن بدلته الرسمية والتي سيرتديها اللاعبين خلال مشاركته في كأس العالم للأندياء ونشر الأهلي جلسة تصوير لللاعبين بالبدلة قبل والتي أنتجتها شركة كونكريت في بداية الفيديو أرجو من حضراتكم الضغط على زر لايك أسل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد يوميا وشهدت الجلسة غياب علي معلول لاعب الفريق بسبب تواجده في تونس أثناء التقاطها وكان معلول قد حصل على فترة راحة سافر خلالها لتونس عقب مواجهة الزمالك وغاب على إثرها عن مباراة البنك الأهلي الموضية في الدوري وعاد معلول للتدريبات أمس الجمعة بشكل طبيعي استعدادا للسفر مع الأهلي للمغرب ويسافر الأهلي اليوم للمغرب استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندياء ويفتتح الأهلي البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير المقبل وفي حالة تحقيق الفوز سيواجه الأهلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي وتنتظر الأهلي مواجهة نارية في نصف النهائي ضد ريال مدريد في حال حقق الفوز في أول مباراة ترجمة نانسي قنقر